اشتركوا في القناة مجلس الوزراء المجلس على تسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2018-2019 وقرر مجلس الوزراء حالته إلى اللجنة التنسيقية للإشراف على التحقق من الملاحظات الجوهرية والتوصيات الواردة فيه وفقا للآلية التي تم استحداثها أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية وعلى صعيد ذي صلاة فقد وجه سمو شيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى كافة الوزرات والجهات الحكومية التي لم ترد عليها ملاحظات جوهرية في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لما أظهرته من التزام بالقوانين والقرارات الإدارية والتحقق من أنظمة الرقابة المالية وإحكامها في المصروفاتها ما جعل حساباتها الختامية تخرج وفقا للمعايير والأسس المحاسبية بكل مهنية وموضوعية فيما وجه سموه الوزرات والأجهزة الحكومية التي أورد ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظات وتوصيات على أداء مصروفاتها وإراداتها في تقريره السنوي أن تقوم بمتابعتها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجتها بعدها تابع مجلس الوزراء تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوظيف الأطباء العاطلين وحديثي التخرج واستيعابهم في القطاع الحكومي والخاص ووقف المجلس على المبادرات والحلول التي تم اتخاذها في هذا الخصوص بالتعاون والتنسيق مع الجهة ذات العلاقة والاختصاص وكلف مجلس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع تقارير دورية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة عن جهود توظيف الأطباء حديثي التخرج بما يكفل متابعة مجلس الوزراء لسير العمل في هذا الخصوص وتذليل العقبات أمام توظيف الأطباء حديثي التخرج تحقيقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الصدد ثم هنأ مجلس الوزراء حكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة بمناسبة عودة صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت إلى بلاده سالما معافى بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح بفضل الله تعالى لمواصلة مسيرة البناء والاستهار التي يقودها سموه في البلد الشقيق بعد ذلك عبر مجلس الوزراء عن خالص تهنيه لفخامة الرئيس قيس السعيد رئيس جمهورية تونس بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية متمنيا لجمهورية تونس الشقيقة في ظل قيادته مزيدا من التقدم والازدهار بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول عماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا بناء على الرغبة الملكية السامية وفي ضوء المذكرة التي عرضها سموه شيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء فقد بحث مجلس الوزراء إنشاء هيئة للطاقة المستدامة تتبع مجلس الوزراء وتحل محل مركز الطاقة المستدامة وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة الذي ينظم أهداف الهيئة المذكورة ومهامها وصلاحياتها وصلاحيات رئيسها التنفيذي الذي يعين بمرسوم ثانيا تعزيزا لكفاءة الخدمة الحكومية وزيادة الإنتاجية فقد وافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تعديل أربعة هيكل تنظيمية لوزارتين وهيئتين حكوميتين الأول تعديل الهيكل التنظيمي الحالي لوزارة المواصلات والاتصالات بعد إلغاء إدارة ودمج إدارتين وتغيير مسمى إدارة والثاني تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الإعلام وذلك بإلغاء إدارة وتغيير مسمى إدارة والثالث تعديل الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لمجلس المناقصات والمزايدات وذلك بإلغاء منصب الأمين العام المساعد بدرجة وكيل المساعد والرابع تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للنفط والغاز باستحداث إدارتين وتغيير مسميات مناصب نواب الرئيس التنفيذي ومسمى إدارة واحدة ثالثا حرصا على الوفاء بالتزامات مملكة البحرين الدولية وتعزيزا لدورها الفاعل في المنظمات العالمية فقد وافق مجلس الوزراء على التقرير الأول لمملكة البحرين بشأن الوفاء بالتزاماتها وفقا للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكلف وزارة الخارجية برفعه إلى الجهة المختصة في الأمم المتحدة وقد استعرض سعدة وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي وزير الخارجية ما تضمنه التقرير من معالم أساسية وجهود المملكة في تنفيذ التزاماتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما اتخذته من تدابير والتقدم المحرز عن طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الأخذ بعين الاعتبار ما حققته البحرين على صعيد تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وما اجتمل عليه تقريرها الطوعي الأول الذي أعد في يوليو 2018 بشان أهداف التنمية المستدامة 2030 رابعا وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 وعلى مشروع قرار إصدارها وتنظم اللائحة شروط ومعالجة النفايات وضوابط فرزها بما فيها نفايات أنشطة الرعاية الصحية أو نفايات الصناعية ونفايات الأنشطة الخدمية وشروط نقلها وحضر نقلها إلى مواقع معالجتها إلا من خلال الشركات المرخصة وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة في الشوارع والساحات والميدين والشواطئ والأماكن العامة وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية خامسا وافق مجلس الوزراء على مذاكرة تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية بيلاروس لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين الصديقين وتطوير المجالات المختلفة المتعلقة بالسياحة وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية سادسا وافق مجلس الوزراء على ردي الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب الأول بشأن تشغيل أحد المراكز الصحية على مدار الساعة والثاني بشأن مواعيد الدوام الرسمي للوزرات والهيئات الحكومية خلال شهر رمضان وفي بند التقارير الوزرية فقد استعرض مجلس الوزراء ثلاثة تقارير وزرية الأول من معالي وزير الداخلية بنتائج الاجتماع السادس والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في سلطنة عمان مؤخرا والثاني من معالي وزير الخارجية بنتائج اجتماع فريق العمل البحريني البريطاني المشترك الذي عقد في لندن مؤخرا والثالث من سعدة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن لقاء الوزري التشاوري الخامس للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة الذي عقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا اشتركوا في القناة